جزء من التناول الإعلامي الأهرام الرياضي طبعا كمجلة لها كل التقدير والاحترام صدر عن مؤسسة لها كل الامتنان والإعزاز وأي مصري بجد أي مصري اعتز بالذات حتى الصحفيين أن مصر فيها قلعة صحفية بقيمة وعراقة ورصانة الأهرام قولا واحدا المؤسسة اللي فعلا أي حد يفخر في مصر أنه صنفت في فترة من الفترات من أقوى المؤسسات الصحفية الاقتصادية في الشرق الأوسط تصدر عنها مطبوعة الأهرام الرياضي بكل القائمين عليهم لهم كل التقدير لكن خلينا نرجع خطوة الوراء في انتخابات الأهلي الأهرام الرياضي كانت من أكثر الصحف والمجلات في الإعلان عن موقفها المنحاز في الانتخابات وش اعترضت على تعيين أو ترشيح الكابت المحمود الخطيب وقالت لك النادي الأهلي ما يحكموش لعيبة الكورة وعملت غلاف كلكم فاكرينه ولم تكتفي بكده حطت غلافها في العدد اللي بعدها كمنشور انتخابي للمهندس محمود طاهر معا في موقف صريح وواضح لا لابسة فيها على الإطلاق طيب ده موقف انتخابي دي يومين انتخاباته عدت بظروفها بحساباتها بأوضحها أوكيه اللي حصل بقى الأهلي خسر هذه الهزيمة الثقيلة ما بنخففش منها ولا بنقلل منها لكن حجمها الطبيعي إيه الأهل نهار الأهل تدمر هل ده تعامل إعلامي مسؤول فيه مصبتين ثلاثة في الموضوع طلعت الأهرام الرياضي بغلاف يغرق أو غريق لا وحطير الشعار يغرق وشعار الأهل غرق خلاص الأهل يضاع ما لياش دعوا حتى بحطة غريق إن فيها خطأ إملائي ابن محمد اللي في تالت ابتدائي لو غلط فيها هلومه إن أنا أعمل القاف رقع وحط عليها نقطتين ما لياش دعوا بيها لكن غلاف بهذا الشكل يتقال إنه الأهل غرق والخطيب خلاص اربطوا الخطوط الانتخابية وقلوا له رأيكم عشان تعرفوا إن المسألة مستمرة وفقط انتظار للحظة لحظة الوصوب والقفز الطمة الكبيرة واللي كشف لنا عنها صديقنا العزيز الكاتب الصحف الأساس حامد عز الدين بوعي مهني الحقيقة إنه ده كمان غلاف مسروق مسروق سرقة صريحة من السرقات الصحفية اللي أكيد أبناء المهنة هيتكلموا عنها دي الطايم الأمريكية المجلة الكبيرة وزعت وزعت الانتشار وضف عليها فيها رسام واجه الخطيب والكامت الخطيب وأشعار الأهل أنا هقول لك التفصيلة فيها رسام تيم أوبريان تيم أوبريان رسم الغلاف الأولاني لا الغلاف الأولاني بتاع الطايم ده في 27 فبراير 2017 لترامب الرئيس الأمريكي والدنيا بايزة حوله في شوات هوا وأبريان كرسام قال لك تقريبا مش شاف حاجة بعدها بسنة طلبوا منه في 23 إبريل ارسم لنا رسمة تانية فالراجل نفس الرسام في نفس المجلة استوحى نفس الفكرة فرسامها بس بعد ما العصفة اشتدت وكتب العصفة العصفة بقت مية وطيارت كل الأوراق اللي حتى الكرافاتة بتاعته وخلاص العصفة هبت ده غلاف الطايم الأمريكية للمرة التانية من سنة فاتت في 23 إبريل 2018 حطيلي جنبها غلاف الأهرام بصوا بقى كل اللي حصل إنه تشال تشالت رقبة ترامب وتحطت رقبة الخطيب لدرجة إنه لو حد بص في الصورة نسيوا حتى يشيلوا عالم أمريكا من على الجاكت بتاع الخطيب لأنه لازل جاكت ترامب وحطوا رأس محمود الخطيب وإنه يغرق وراحوا مغرقين شعار النادي الآن الجريمة المهنية ما لناشي علاقة بيها وإن كنت كحد من أبناء المهنة أربق بالأهرام الأهرام أكبر بكتير جدا وأعرق من إن هي تاخد غلاف المجلة أمريكية تركبه ما ممكن أنا أستطيع بالفكرة لكن أشيل دماغ ده وحط دماغ ده وأنسيبه لنفسي وما أشيرش لده كمان دي في عداد المهنة سرقة مهنية صريحة لكن ما يخصنا في موضوع الأهلي هل هل ده الأهلي هل ده التعامل مع فريق خسر مباراة فجأة يتم إغراقه وتدميره بهذا الشكل التجرق عليه يا صديق رأيب إغراقه وتدميره ومقدرواش يغرقه ولا يدمره لأهلي إنما التجرق على الأهلي يعني أنا عايز أعرف يعني أنا مش قادر أفهم طب نشتكل مين أنا عمان أفكر عشان كده بقولك عندما يعجز المنطق عن التفسير ده جزء من مش مش الكورة بس يعني أنا لما مستقمن دي هروح لجهتين لنقام الصحافين وفاجأ إن رئيس تحرير المجلة ونائب رئيس تحرير نائب أعودوا مجلس إدار ولسه نبار كله وراجل صديقه وطبعا له كل أنا بتكلم على الجريمة المهنية اللي حصل لا يعني شبانا صديقنا فات عليه إزاي الكلام ده أنا مش عارف طيب الحصنات المستمرة أنت تيجي تتكلم بقى تاخد حقك اللي حيتصدى لك النقام مش أنا مش أنت أنا أنا والي زي اللي ما لهمش حصنات وبيحبوا وبيقولوا ساعات كده كلام بيعبر عن جواهم طيب نشتكع لمين للأهرام الأهرام هو صاحب الإصدار وإن كان لا تصور أن الرئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحريري يقبلوا هذا في الأهرام وأنتظر منهم أي رد أي رد يعني أنا أنا متخال مقف دمع كوس مع أي نادي آخر دينا كانت قامت ما عادتش لحد النهار كانت قامت قامت وما عادتش طبعا طبعا وكان كل فضايات تناولت كوارس أخلاقية بتحصل ولا يجرؤ أحد يتكلم عنها حتى لا يعني عندما تتوجه إلى نادي بعينه بهذا الإسلوب من حقه أنه يصور بس صورة الآله دايما وقورة ولذلك لن يسمح بهذا الأمر أنه عدي أنا كواحد ملتمل الآله مش قادر يعني أتصورها إزاي مؤسسة كبيرة زي الأهرام تفقد رصمتها إلى هذا الحد الله وتسيء إلى نادي بهذه القيمة أنت واخد موقف صريح للدرجة دي كمؤسسة ولا دا هنقول أنه خارج سياق يعني وهي واحد يقول لك أنت عايز الرقاب على الصحف رقبت إيه دي بلا إنك تتجاوز طيب هي مسؤولية هذا المجلة دي اللي هي مجلة عريقة ورشيقة وغالية وحاجة جميلة يعني مصروف عجية إنها تكرس للغل والاستفزاز في جماهير الكرة أو لجماهير الكرة يعني هو دا مش من ضمن الحسابات إن فيه كم مليون مستائل نهاردة من هذا الموضوع ما عملتوش حسابهم مش عائلهم يا أخي هو أنت دورك أنك تدايي الناس ولا تسعدها ما تنتقد الفريق تكلم في الكرة وتكلم في الهديمة وتكلم في كل اللي أنت عايزه نعم أي يعني يا غرق تفاهم أنت متصور حجم الدعم اللي أنت عملته المجلس الإدارة في النادي الآلي هو أنت متخايل جمعية العمومية بتاعت النادي الآلي هتتحرك بالأساليب دي جمعية العمومية بتاعت النادي الآلي تدرك مسؤوليتها مش مستنيه حد ينبهها وكل ما تزدادوا شراسة مع النادي الآلي وكيان ومسؤوليه يزداد اللحمة والالتفاف والتماسك ونشكركم أنتوا دوتون المفتاح اللي حيخلي كل واحد أهلاوي منضم إلى فريقه وإلى مجلسه وإلى نديه بمنتهى الحب ومنتهى القوة ومنتهى الصدق عشان يقول لكم لا الآلي في حتة تانية ملكوش دعوا أنتوا بيه إذا كنتوا شايفينه بيغرق فانتوا خرين لكن إحنا عارفين النادي الآلي ده إيه والعالم كله يعلمه هذه التصرفاتها أستاذ إبراهيم مقصودة إنك إنت كل ما يحصل حاجة تلبت تلبت تعارف فيه في علم الأحياء حاجة اسمها البيات الشتوي بعض الحيانات المفترسة ومنها الثعابين تكون في بيات شتوي طول الشتة كامنة وتنام يومين هدول لو أنت رأت الفيسبوك هتلاقي حاجات كتير بتتكلم على صحوة الثعابين وخروجها من البيات الشتوي هذه هي المباراة التي أخرجت تعابين الإعلام من البيات الشتوي للإنقضاد الإنقضاد واللدغ والتسميم